أهلا من جديد شارك الآلاف في صلاة الجمعة التي أقيمت بساحة هاغلي بارك أمام مسجد النور أحد المسجدين الذين تعرضا لاعتداء إرهابي الأسبوع الماضي بمدينة كرايستيرتش النيوزيلاندية وأقيمت الصلاة ضمن فعالية رسمية في أرجاء البلاد وشهدت الفعالية رفع آذان صلاة الجمعة في جميع أنحاء نيوزيلاندا عبر التلفزيون والإذاعة الوطنيين تأبينا لضحايا الاعتداء الإرهابي وتم الوقوف دقيقتين صمت في جميع المؤسسات والتجمعات من أمام مسجد النور دوى صوت الأذان مناديا لصلاة يوم الجمعة نبت جالية المسلمة من نيوزيلاندا وشتى دول العالم النداء اكتمل شملها بعد أن فرقت صفوفها يد الإرهاب الليميني في جمعة سوداء مضت وكأنهم مسلمون يصطفوا نيوزيلانديون لسماع خطبة الجمعة تكتسي نساؤن الحجاب وفي مقدماتهن رئيسة الوزراء التي ألقت كلمة بدأتها بحاديث نبوي شريف يحث على الإخاء والتكاتف جمعة أمها جمال فودة إمام مسجد النور الذي نجى من الحادث الإرهابي أكد في خطبته أن نيوزيلاندا عصية عن الكسار وشكر فيها سكان البلاد لحبهم وتعاطفهم لعشرات سنين نحذر من الفكر المتطرف وهذا الفكر الذي طبعا يستحل دماء الأبرياء هذا الذي يفجر فيه مطار وقطار ونحو ذلك فنحن نحذر من هذا الفكر لأنه لا نريد الانعكاسات وأن يتغذى الفكر الآخر المتطرف على هذا الفكر وهو الفكر العنصري والفكر الذي هو مليء بالحقد وبالتالي رأينا من هذا ومن ذلك بأذان وحجاب وحدات تقدم نيزيلاندا ردا راقيا ضد العنصرية وتطرف وترفع صوتها عاليا ضد الإرهاب والقتل وترافع لأجل التسامح أنا جئت اليوم بسبب خسارة هؤلاء الأشخاص في منطقتي لأحبائهم فقلبي معهم ويبكي عليهم رغم أنني لا أعلم بعض من فقدوا أرواحهم أريد أن أكون متضامنة مع الألاف هنا إلى مثواها الأخير تواري الجالية المسلمة ضحاياها الثرى توسيها في ذلك كلمات تثبيت تجبر كسرها أو تربيت هادئ على الأكتاف يزيح بعضا من الأسى وتعزيها في مصابها دولة أعطت للعالم درسا في الإنسانية هشاميهوب تلفزيون العربي من مدينة كرايست شيرج نيزيلاندا